العيلة دايما هي رقم واحد في حياة أي شخص ولو ما كانتش في المكانة دي لأي سبب من الأسباب فده شيء مش طبيعي خالص ولازم كل واحد يراجع نفسه وقتها كويس جدا ويرجع تاني يخلي عيلته بالنسبانه هي رقم واحد وأهم حاجة في حياته الكلام ده أنا بقوله عشان موضوعنا النهاردة هو عن موضوع مهم جدا جدا ومرتبط بشكل كبير بتكوين العيلة وعلاقة أفرادها ببعض ومدى أهمية الوقت اللي بنقضي مع عائلتنا في يومنا أو في حياتنا حتى بشكل عام العيلة دي شيء مهمة قوي الأسرة حاجة مهمة جدا الترابط الأسرة هي حاجة أهم وأهم عارفة إن كتير مننا في زحمة الحياة اللي بقينا فيها دلوقتي ممكن يكون مشغول طول الوقت في شغله في دراسته في حياته أو في أي حاجة ومش لاقي وقت كافي إن هو يقضي مع أسرته الصغيرة أو حتى مع عائلته كبيرة بشكل عام بس في الحقيقة ده شيء خطير جدا وليه مخطره كمان وليه أثاره السلبية اللي بتترتب عليه مع مرور الوقت والزمن وبتخلي جميع أفراد الأسرة طول الوقت بعاد عن بعض وممكن كمان ما يكونوش عارفين أقل التفاصيل وأثار التفاصيل عن بعض وما يكونوش لقين حتى وقت يتكلموا مع بعض وبالتالي هم أصلا مش هيكونوا عارفين بعض كويس ومش عارفين حتى تفاصيل الصغيرة في حياة بعض بنشوف دلوقتي القب طول النهار في الشغل أو برى البيت بيخرجوا الصبح بدري والأولاد نايمين يرجع متأخر جدا وهم بردو نايمين ونفس الموضوع الأم اللي ممكن تكون هي كمان في شغلها وبتشتغل لوقت كبير جدا وبعيدة عن البيت وعن الأولاد حتى يوم الأجازة اللي بياخدوه في الأسبوع أجازة ممكن من كتر التعب كل واحد يقضي في قطة ويتقابله مع بعض على الغدق بالصدفة ده لو حتى تغدوا مع بعض هنا بقى بجد بتيجي أهمية الكلام عن الوقت وإدارة الوقت اللي بيقضيه مع أسرتنا وإزاي الوقت ده يخلق حالة كده لا يمكن تعودها بأي حاجة في الدنيا وبيكون ليه كمان أثار إيجابية كبيرة قوي على الأبناء وعلى فكرة هو مش على الأبناء بس هو على الأقباء كمان فإدارة وقتنا في أن احنا نقعد مع ولادنا وكمان نعمل ترابط أسري مع بعض شيء مهم للغاية من المهم جدا أن احنا نلاقي وقت في حياتنا نقضيه مع أسرتنا، نقضيه مع عائلتنا، نقضيه مع بابانا، مع مامتنا، مع إخوتنا وبالعكس كمان إحنا مفروض الوقت اللي بنقضيه مع أسرتنا يكون هو أول حاجة في حياتنا اليومية ومن غير ترتيب يكون ده الطبيعي أصلا لأن غياب حاجة زي دي في أي أسرة هيكون لها للأسف سلبيات كبيرة قوي على كل أفراد الأسرة بلا استثناء طيب نعمل ده إزاي بقى؟ وإيه هي الفوائد اللي ممكن ترجع علينا من حاجة زي دي؟ ده اللي هنعرفه النهاردة من دفتنا في استوديو منتصف اليوم هيبأ أبو الخير استشاري على قطر الأسرية أهلا بيك يا هيبأ معنا في استوديو أهلا بيك وحاشتينه وحمد الله على السلامة الله سلامك هيبأ في البداية بقى إحنا النهاردة حلقتنا عن الأسرة وأهمية الأسرة وأهمية الترابط الأسري ما بين كل الأفراد اللي في الأسرة إيه رأيك بقى عايزي عرف رأيك دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده في 2023 ايه رأيك في منظومة الأسرة هل فيه ترابط ولا لا وهل فيه الناس بتقعد مع بعض ولا لا بسي مش معادش فيه ترابط خالص كل واحد في حتة بنسمع دايما يقولك كل واحد داخل قط وقافل عليه او ماسك تليفونه او اي ان كان المهم كل واحد في دنيته الولد خارج مع صحابه الام قعدت فراجة فيزيون الاب مشغول كل واحد في حتة مختلفة على حسب بقى في 2023 زي ما قلت بحكم كل حاجة بتحصل السرعة والحياة والسترس بتاعت الحياة وكل ده بس في كل الاحوال لا فيه تفكك ملحوظ لدرجة بتؤدي الى حاجات كتير جدا جدا يعني ممكن نتكلم فيها لان هي لا فيه تفكك كبير في الاسرة وبتؤدي الحاجات كتير قوي طب قبل ما ندخل في النقطة زي يا هيبة عايزة تألك على حاجة مهمة قوي زمان كنا بنلاقي فيه مثلا يوم الجمعة بنلاقي لازم الاسرة كلها تتجمع مع بعض يفتروا مع بعض ولازم كل يوم بقى يتغدوا مع بعض دلوقتي ده ما بقاش موجود عايزة اعرف منك هل ده ليه ضرر على كل الافراد اللي في الاسرة ولا عادي الواحد ممكن يتعايش معي اللي هو اللي هو ان هما يعودوا مع بعض ده ليه ضرر لا اللي هما ما يعودوش ما يعودوش مع بعض ما يعودوش مع بعض ده ليه ضرر كبير جدا بتيجي تسألي أم تقولك انا ما عرفش حاجة عن بنتي في الحتة الفلانية او ما بتحكيش معي ده من الجلسات اللي بتقابلني ممكن ترجي تبصي تلاقي الام متخيلة ان هي عارفة كل حاجة عن بنتها او عن ابنها وقفوه جاء في الجلسة ان في حاجات الام لو عرفتها هتبقى من ضمن الكوارث اللي هتبقى مشكلة في البيت طب ده ليه علاقة بايه ليه علاقة ان انا ما بقعدش مفيش حتى زي ما قلتي الوجبة اللي بنقعدنا كلها مع بعض يوم في الاسبوع هو المفروض والصح ان احنا وجبة وحدنا كلها في اليوم مع بعض ويكون لها طريقة معينة بنعملها انما فكرة ان كل واحد ما يعرفش حاجة عن التاني ده بترجع كمان منه هم صغيرين يا بريهان ليه لانه هم صغيرين انا بعود ابني او بنتي هم جايين من المدرسة انه هم يجوا يحكوا لي يومهم كان ماشي ازاي لما يرجعوا من المدرسة او وقت الغداء هو افضل وقت يعني او العشاء نقعد نحكي كل واحد فينا عن يوم طيب شخصياتنا بتختلف يعني ممكن ابني يكون كاتوم او ما بيحبش يحكي ليها عوامل كتير اوي ممكن يبقى كاتوم ما بيحبش يحكي عشان هو شخصيته مثلا هنقول خجول في ابن ما بيحبش يحكي لان خايف من ردود افعال الاب والام وهكذا طيب اشيل ده ازاي عن ابني اشيله بفكرة اني انا اللي ابدأ احكي عن يومي انا حصل لي النهاردة واحد اتنين تلاتة اربعة وانت عملت ايه وانت عملت ايه مهمة اوي كمان وهم صغيرين لما نيجي يقولوا حاجة غلط عملوها بلاش يبقى فيها نوع من انواع العقاب الرهيب او يبقى فيها عقاب اول مرة احنا بنبقى بنوعي فيه وعي بنقول ليه وعشان ايه لكن ولما نيجي نعمل عقاب نعمله بحكمة عشان ابني او بنتي ما يهربوش مني وما يبقوش بيدوني اللي انا عايز اعرفه المعلومات عن ولادي جيت اه قريب عملت كورس للجزئية دي ويا فكرة ازاي افهم الاولاد اه نية وسلوك مامتهم وباباهم عشان الكورس للتيناجس للسن المراهقة عشان يقدروا يفهموا والدهم ووالدتهم عشان دايما السن دا فيه جاب رهيبة فيه بعادة عن بعض قوي الاهل والولاد لان احنا الاجيال يعني ما خدنا همش منه هم صغيرين مهم قوي فعلا يا هبة زي ما انت بتقولي ان احنا نقضي وقت مع اهلنا مهم قوي انه يبقى فيه لغة حوار ما بين الام والاب واولادها لو انا ملاقيتش ان ولادي جاني تكلموا معايا مش عايب على فكرة ان انا اللي ابادر وانا اللي ابتدي كلام معاهم وانا اللي افتح حوار وانا اللي اطمن يعني لازم لما احس ان ابني او بنتي واخدين جنب افهمهم واوعيهم بطريقة غير مباشرة اني انا مش هتدايق لما تيجي تقولي احنا في الحياة عايشين عشان نغلط ونتعلم من اخطأنا لو ما غلطناش مش هيبقى عندنا او هيبقى عندنا خبرات في الحياة احنا طول ما احنا عايشين بنتعلم من اخطأنا مش العيب اني اغلط العيب اني اعيد الغلط مرة واثنين وثلاثة واكمل فيه ده العيب ان انا بقى عارفة الغلط من الصح واعمل الغلط وقراره بس مش عايب انا غلطت خلاص اتعلمت من الغلط ده دور ان احنا دايما بنوعي على الحاجات النقط اللي احنا ناخد بالنا منها ولازم ناخد بالنا من ولادنا ومن الترابط الاسري طيب احنا اتكلمنا عن مدى اهمية الترابط الاسري ومدى اهمية كمان انه يبقى فيه على قل وجبة نتجمع فيها في خلال اليوم نقعد نتكلم فيها ندردش فيها نعرف اخبار بعض منها ونفس للتليفونات فيه ناس بقى ما بتعرفش بقى تعمل ده وزي ما انت بتقولي بقى التليفونات تبدأ المسكة الموبايل طول ما هم قاعدين وبينسوا خالص النقطة بينسوا انه يتكلموا مع بعض بينسوا قصلا يقولوا قسامي بعض طيب ايه مخاطر ده بقى على الشخص يعني نقسمها نصين اول حاجة الجزء الاولاني وهو ان احنا ابني او بنتي اعرف بس احنا ازاي نقعد مع بعض ازاي نتكلم مع بعض طيب احنا عرفنا نعمل ده ولا معرفناش عرفنا يبقى في الحالة دي احنا بدأنا ندخل في الطريق او في الوئي المظبوط طيب انا عشان اعرف اخلي ابني او بنتي يجو يصرحوني زي ما قلنا انه احنا لازم ناخدهم انه هم صغرين وان حاول نعودهم انه تعالوا نحكي مع بعض وما فيش عقاب بالشكل اللي يخوفك انك تبقى معايا طيب في الحالة دي عرفنا ان احنا نقعد مع بعض نحط رولز بقى نحط أسس أسس بقى وحاجات موارز من كلها نمشي عليها بس بقى ازاي نعمل ده لانه يا هبة للأسف احنا في زمن دلوقتي الدنيا فيها تطور سريع قوي وكل واحد بيعمل اللي في دماغه للأسف انا بقيت بشوف كتير قوي اهالي بيبقى شخصية ولادهم اقوى منهم ودي حاجة انا ضدها تماما يعني لازم في الاخر يبقى الام والاب مش هقول هم المسيطرين بس ولكن يبقى ديهم كلمة الاعلى هقولك حاجة مهم ان ابني يبقى شخصيته قوية ولكن يفهم يعني ايه الفرق ما بين ان شخصيتي قوية واحترم كلمة والدي او والدتي والرولز بتاعتهم يعني انا مهم اوي ابني او بنتي من هو صغير اعلمه يعني ايه يبقى ليدر يقود حاجة وده انا بعمله مع الولاد في السن الصغير شوية وعلى ما يكبره طب ليه عشان ابني لما يكبر يعرف يخلي باله من بيته يعرف ياخد قرار في شغله يعرف لو عاش لوحده او في ظروف معينة يبقى عارف ياخد بسرعة اكشن او ياخد قرار سريع كل الحاجات دي بتيجي امتى بتيجي لما ابني يكون شخصيته قوية وليدر ولكن احنا بيختلط علينا الامر في فكرة ان بدل هو شخصيته قوية هو لا يتحكم ويمشي البيت لا هنا ما ينفعش هنا احنا حطين سيستم للبيت ده علي وعليك مهمة اوي ان احنا الاتنين نمشي عليه وما تنساش ابدا اني عشان انا صاحبك او صاحبتك يبقى تنسي احترامك لوالدتك او الوالتك دي نقطة مهمة اوي يا ابن تقشرت لها ودايما ببقى نفس اتكلم فيها واوضحها للناس اللي هو في فرقة بين انه طلع ولادي شخصيتهم قوية ومعتمدين على نفسهم وعارفين ياخدوا قرارات لنفسهم في فرقة بين انه هم ما عارفوش يحترموني لا لازم نعلم اولادنا عشان بيختلط عليهم زي ما قلنا الامر هو لازم يحترموا الاب والام لازم دايما يبقى هم ليهم برضو وجهة طريقة كلام معينة يفهموا يعني ايه حرية ويعني ايه رأي لو انا فهمت ابني او بنتي يعني ايه حرية يعني ايه رأي يعني ايه تعبر عن اللي انت عايزه بالادب باحترام اللي قدامك حتى لو مش والدك ووالدتك لو راجل كبير في مكان يعني ايه ما تقعدش مثلا في مكان وابني قاعد على كرسي وشايف راجل كبير جاي وما يقوملوش في قواعد معينة لازم نعلم ابني ودي بتيجي من ان احنا نحكي ونبقى ما بيننا كلام طول الوقت في البيت فطول ما احنا ما بيننا كلام هيتفتح بيننا مواضيع هنشوف حاجة في التلفزيون مع بعض فهنتناقش فيها وهكذا فهيدينا خبرات بس الاهم من ده كمان ان انا لما ايجي اتناقش مع ابني في حاجة لازم اعرفه ان انا اللي انا بقوله ده وجهة نظري مش لازم انت تعمله بس اخليه يبقى انا بالنسبة له عاملة زي السندات لان ابني لما باجي افرد عليه رأيي هو بينفر مني تماما ويبقى عايز يطلع شخصيته لا انا اللي هقول او ابن تاني وبنت تانية يبقوا ما عندهمش رأي جدا وطول الوقت وده غلط تماما لازم اطلع لازم ليهم قد تنظر عايز ماما وبابا هم اللي يقولوله ويختاروله كان عندي بنت مش بتعرف في الجامعة في تانية جامعة مش بتعرف تختار تاخد سندوتش ده ولا سندوتش ده ده غلط احنا مش بنقول ان احنا نخلي اولادنا طلعين من غير شخصية لانه لازم يقاليهم شخصية لازم يقاليهم كلمة لازم نعلمهم لهم ليهم نتنقش ونديهم حرية الرأي وده تنظر ولو كلامهم صح ننفذوا عايزي على فكرة بتيجي لما ابن يقع في مشكلة في المدرسة او في الجامعة ويجي يحكي هالي او اعرفها فاقوله من وجهة نظرك انت شايف تحلها ازاي مش اقوله انت المفروض تعمل كذا كذا وده ودينا بقى نقطة مهمة اوية هيبا وهي اهمية النقاش واهمية ان انا اقضي وقت مع افراد الاسرة عايزة بقى نتكلم في نقطة مهمة اوية احنا زي ما احنا ذكرنا في خلال الحلقة انه بقى فيه تفاقق اسري بشكل عالي اوي 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 عايزين نتكلم الاول ونوضح اهمية بقى لو احنا عملنا ترابط اسري لانه ده من خلاله بجد هنبعد عن كل المشاكل وكل السلبيات وكل النقاط الوحشة اللي بقت ظاهرة جدا في المجتمع في الزمن ده بسي لما هيبقى فيه ترابط اسري هعرف كل حاجة عن ولادي هبدأ انا اعلمهم اديهم المعلومات بشكل صحيح غير ما بنتي او ابني ياخد المعلومة من صاحبه او زميله او من شخص ما بره البيت فالمعلومة ممكن تجيله نقصة ممكن تعمله مشاكل نفسية ممكن ياخد المعلومة بشكل غلط فبالتالي كمان يبقى عنده مشاكل نفسية المعلومات لما بتيجي لولادنا بشكل مش مظبوط بتكبر جوة دماغهم ويفضلهم متخزنة وده اللي احنا بنرجع نعالجه تاني بالنهاية نعدل مفاهيم ونعدل افكار فالترابط الاسري بيخلينا نبقى بيننا وبين ولادنا ود بيبقى بيننا وبين ولادنا نوع من انواع اللي هو الصراحة والوضوح زي ما بنقول كده بالبلدي فيه بيننا وبين ولادنا عشم وحب فيه ترابط فيه بيبقى ابني او بنتي لو كويسين لو انا مربيهم على الصراحة والوضوح بتطلع الشخصية قوية وعارفين ومش خايفين بيواجهوا بيعرفوا يتعاملوا مع المواقف كل ده بيرجع من الخبرات اللي اكتسبوها لما قعدوا معنا لما نقعد مع بعض في اسرة مهم ان احنا نوضح فكرة ان انا مش بقولك عشان تبقى نسخة مني لأ بشخصيتك خد الخبرات وامشي بيها على شخصيتك انت ووريني النتائج بتفرق كتير لان بتفرق في اجيال بتفرق في كل واحد عنده شاي في الدنيا بمنظور ازاي مهم ان دايما نتناقش مع ولادي في الافقار دي انت شايف الدنيا ازاي انت شايف نتعامل ازاي لان الحتة دي بيبقى فيها خطر كبير في حد بيبقى شايف انه يتعامل في الدنيا او مع زميله او او بالخناء والصوت العالي واحد تاني يبقى شايف ان هي الحياة ماشية بالماديات واحد تاني يبقى شايف ان هي ماشية بالاخلاقيات فافهم زي ما بنقول كده الباسورد بتاعة ابني كل واحدة دي مفتاحه لازم انا افتح افهم مفاتيح ابني وابني يفهم مفاتيحي لان في الاخر احنا طبعنا مختلفة ولكن نلاقي نقطة معينة في الاخر تجمعني انا وابني طب بقى في حاجة عايزة اتكلم معاك فيه هي السوشال ميديا دلوقت احنا بقينا كلنا السوشال ميديا زي يعني حاجة اساسية في حياتنا كلنا كلنا مسكين الموبايل واقعزين على السوشال ميديا وبقينا حتى بنلاقي ان اوقات الترابط الاسري ده بقوا بيترجموه في خلال مثلا فيديو كال او في الاخر مكالمة تليفون او حتى جروب على الواتساب مسمى باسم واتساب جروب العيلة وهكذا ايه رأيك هل ده فعلا ممكن يعمل ترابط اسري ولا السوشال ميديا ماينفعش نعمل ترابط اسري من خلالها لازم نحد منها يعني هي ماينفعش نعمل منها ترابط اسري يعني انا ضد فكرة ان حد قريبي عنده مناسبة ما فاقوم عليه كل ساون طيب او مبروك الف مبروك ده ملهاش روح ده عالم افتراضي لما بكلم الشخص وعايزة علم ولادي ده لما بكلمه لازم ده نوع من انواع جبر الخاطر فيها نوع من انواع ان القدامي ده هيتبسط هيحس ان انا قد ايه مهتم فمش بقول بقى كمان نروح له زي ايام زمان قوي ولكن على اقل مكلم التليفون ده بيخلينا السوشال ميديا ده بيخلي كل واحد في دنيا مختلفة فلازم يبقى ليها سيستم ليها نظام نحد منها شوية يعني مثلا نحط من ضمن الحدود في البيت ان مثلا الساعة كذا هنسيب التليفون من كذا لكذا كلنا ومن الساعة كذا لكذا هنبدأ نسيب التليفون على اقل مرتين في اليوم المرتين اللي في اليوم دول ان احنا نسيب التليفون فيهم نص ساعة او ساعة ونركنهم في مكان مش ازمة على فكرة خالص مش هتبقى ازمة ولكن هتخلينا نشوف بعض اكتر وقت شفنا فيه بعض كان امتى وقت الكورونا ليه لان كانت دنيا مش لهيانة وكنا قاعدين في وش بعض فكنا زهقانين اه كان فيه ناس كتير بتقعد على السوشيال ميديا بس لما كانوا بيزهقوا من السوشيال ميديا كانوا بيشوفوا ولادهم فيه ناس اكتشفت ولادهم واكتشفوا ابوهم وامهم في الفترة دي فيه نقطة كمان مهمة قوي فكرة الحدن احنا لازم تحضوني ابنك سواء صغير او كبير وبنتك نفس الكلام على الاقل ودي احصائيات اتعملت ودراسات اتعملت ان على الاقل من 10 الى 14 حدن في اليوم من 10 الى 14 حدن انت عارفة يا هبة انه دي حاجة مهمة قوي لانه فيها بقى وامهات بينسوا يعملوها اصلا الحدن ده بيخلي ابني واثق في نفسه زي ما تكوني شحنتي البطارية بتاعت الموبايل انا كمان كاب او ام بحتاج الحدن ده يعني مش ابني بس اللي محتاجه عشان يحس بالامان والاهتمام والاستقرار وكل الحاجات دي ويحس ان انا ظهر وسند لي مش بس ايتي ام ولا بجيب فلوس وخلاص ولكن ان انا كمان كاب او ام لو جيت اشوف هلاقي ان الحدن ده بيغزيني بيخليني ابقى مبسوط لما ابنك كل واحد فينا يحس كده يقعد يتخيل مع نفسه ابني لما بيجي بيحضني حضن بجد مش ببقى فرحان ببقى مبسوط يبقى بيضف لي يبقى مش ابنك بس اللي بياخد من الحضن ده او بنتك كمان حضرتك او حضرتك بتخدي منها حاجة بسيطة اوي ممكن اي حد يعملها وهتضبط وتصلح حاجات كتير اوي ما بيننا بتفرق جدا في الولاد طب انا عايزة بقى اسألك حاجة مهمة اوي احنا دلوقتي فيه اهالي كتير اوي مش عايزين نيجي عليهم فبجد ببقى وقت ما عندهمش وقت يقضوا مع ولادهم انا عارف ان ده غلط لازم برضو نلاقي وقت لولادنا ولكن عايزين ندي نصيحة للأهالي دي يعني يعملوا ايه برضو عشان يعوضوا ولادهم من عدم وجودهم في البيت طيب بصي دي بترجع لان ادارة وقتك لازم اعرف ادير وقتي وده انا كنت لسه بتكلم فيه قريب في قصة دي ازاي ندير وقتنا لان ولادنا لو حصل لهم اي مشكلة احنا اللي بنزعل فادير وقتي يعني اجيب ورقة وقلم واعد احسبها كده انا هعمل كذا في الوقت الفلاني وكذا بلاش اودي ابني ثلاثة اربع تمارين خليه واحد والوقت التاني قاعدوا معاه من وجهة نظري ومن الجلسات اللي انا شفتها وتعاملت معاها سواء على المستوى يعني مستوى عالي فكريا ويعني فكره وكل حاجة وسواء الناس مثلا بسيطة في الآخر لما بتدي لابنك وقت مش بتزعالي عشانه مش بتزعالي عليه فبليش ندي نفسنا مبرر فكرة احنا الدنيا غالية وعايزين نجيب فلوس وا وا والشغل والدنيا نظمي وقتك ونظم وقتك طيب مقدرتوش خالص هنعمل شفتات حضرتك وقتك لحد الساعة كذا وحضرتك وقتك من كذا طيب حضرتك هتعوض مع الولاد شوية وحضرتك هتعودي مع الولاد شوية فيبقى انا بعض شوية وهو شوية بس لازم على الاقل مرة وحدة في الاسبوع كلنا كلنا نتجمع وده فعلا النقطة مهمة قوية هيبه اللي هو حتى لو احنا احنا بيقدين احنا لنقلق الوقت على فكرة وادورة وقتنا دي حاجة مهمة قوي زي ما احنا فاضين احنا عقود نمسك المباعل ونكلم بعض بصي ادارة الوقت عندنا ازمة مع كل الناس بتدخل في مواضيع كتير من اهمها كمان جوزي مش فاضيلي ومراتي مش فاضيالي والحاجات دي كلها في ادارة الوقت شيء مهم للأب والأب جدا وزي ما انتسي بتقولي فعلا هو شيء مهم قوي ان احنا نزيل وقتنا شيء مهم قوي ان احنا نلاقي وقت لولدنا وان ولادنا يلاقلنا كمان وقت انا مش بقول ان احنا بس كأمهات وابا ان احنا نزيل وقتنا لولدنا وهم كمان لازم يلاقلنا وقت نعلمهم وما فيه انا من وجهة نظري ما فيهش اسرة مثالية ولكن فيه اسرة متربطة احنا مختلفين عن بعض ولكن دورنا احنا كأباء وامهات وكأولاد حتى ان احنا نعزز تربط الاسر ان احنا نلاقي وقت لبعض ان احنا نتكلم مع بعض ان احنا زي ما انت قلت نحضر بعض الحضن حاجة بسيطة قوي ولكن هيعمل هيحسسنا بالأمان والحب والاحتواء والاتمئنان وده اللي احنا دايما بنقوله لما احنا كأولاد واباء وامهات نكون متطمينين فبالتالي كل حاجة في الدنيا هنعرف من سواعبها بسلاسة والدنيا هتمشي ومش بقى فيه سترس مش بقى فيه توطر وكل حاجة هتعدي بنشكرك على جودك معنا يا هيبا كان معنا هيبا ابو الخير ستشاري على علاقات الأسرية بنشكرك زي ما هيبا كانت لسه بتقول لنا اهم وافضل وقت ممكن نقضيه في حياتنا هو الوقت اللي ممكن نقضيه مع أسرتنا مع عائلتنا مع حبيبنا مع إخوتنا مع بابانا مع مامتنا ولو كلنا عرفنا قيمة الوقت ده وأهميته في حياتنا بشكل عام محدش فينا هيضيعه أبدا فياريت يا جماعة ما تخلوش زحمة الحياة ومشاكل الحياة وضغطات الحياة تاخدكم عن بعض وتبعتكم عن أسرتكم لأنهم أهم حاجة خلوا الأسرتكم وقت خلوا الأسرتكم مكان في حياتكم وفي يومكم وبلاش تضيعه الوقت في حاجات ما لهاش لازمة لأنه صدقوني وجود الأسرة في الحياة واكتشاف النقاط المهمة إن احنا نعزز رابط الأسري في الوقت اللي احنا فيه ده حاجة مهمة قوي قوي وقربوا من بعض وحبوا بعض لأن زي ليها حاجة مهمة قوي وأهمية وفايدة كمان علينا وعلى كل اللي حوالينا حلقتنا خلست بس أفكارنا وضعتنا رسام خلستش شوفكم على خير